في اليوم الخامس والعشرين من الحرب الروسية في أوكرانيا ومع استمرار الهجمات والاشتباكات قالت أوكرانيا إنها أوقفت تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف بمسافة سبعين كيلو مترا مصادر ميدانية تتحدث عن سيطرة الانفصاليين على الجزء الأكبر من ماريبول فيما تزال المعارك متواصلة داخل المدينة بدورها قالت القوات الأوكرانية إنها دمرت رتلا عسكريا روسيا يتألف من ستين مدرعة في زابرويجيا وإلى هذا قال سلطات لوغانيسك الأوكرانية إن القتال مستمر في روبيزيني وبوبسانا بالتزامن مع عمليات إجلاء للمدنيين والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة